موعد النشاء الجوبيا سباح الخير مشاهدنا تستمر دائما الأجواء الممطرة على شمال السحراء ومنطقة الوحاد خلال ظهيرة اليوم مع تسجيل هبوب رياح قوية توقعت اكتراني الوضعية الجوبيا لنهار اليوم حالة التقس إن شاء الله ستكون ممطرة دائما على شمال السحراء ومنطقة الوحاد حتى على منطقة الأوراس خلال ظهيرة اليوم إن شاء الله الاثنين مع وضعية جوبيا مستقرة بالنسبة للسواحل الوطنية وكذلك على الولايات الجنوبية سيكون في تطاير كتيف للزوابع الرملية أما حالة التقس إن شاء الله خلال درجات الحرارة المسجلة إن شاء الله خلال ظهيرة اليوم 20 درجة بالجزائر العاصمة كذلك على السوق أهراء ستعرف نفس المقياس بقسانطينة سترتفع بالنسبة للمناطق الغربية 26 درجة بمعسكر وتلمسان 28 درجة على شلف غنيزان سيدي بالعباس وهران ومصد غانم 25 درجة 14 درجة على كل من إن شاء الله نعامة والبيض 40 درجة ببرجباجي مختار 29 درجة بإنسالح وأدرار في حدود 37 درجة كعلى مقياس بيتين دوف 27 درجة بإليسي جانت وإناميناس خلال مساء اليوم الأجواء دائمة تبقى غائمة جزئيا مصحوبة بتساقط أمطار متفرقة على منطقة الواحات مع تشكل سحب عابرة على المناطق الشمالية درجات الحرارة الدنيا المسجلة إن شاء الله خلال ليلة اليوم مرحل سلو 15 درجة بإليسي جانت 14 درجة لإنسالح أدرار وبشار 13 درجة بغردايا 16 درجة بتوكورت 13 درجة إن شاء الله على الجزائر العاصمة 12 درجة بتيزي بوزو نفس المقياس بلمسيلة 7 درجات على كل من باتنا وخنشلة و13 درجة بولاية الطرف حالة البحر دانسا يكون مصدر بداية من أواخر ظاهرة اليوم بالنسبة للسواحل الشرقية سرعة الرياح تصل إلى 50 كم في الساعة مع رؤية متوسطة وعلو الأمواج إن شاء الله إذن سيترح بين أقل من المتر إلى المتر ونس تقريبا على طول الشريط السحلي في الأخير نغتم نشرطنا الجبدة بوراقة المعلومات الفلكية لتخصروا بأشمس الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين كانت هذه توقعات الوضايا الجبدة خلال النهار اليوم إن شاء الله أشكرككم على كرم الإصغاء والمتابعة في أمان الله